بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد بنعمله النهاردة عن واحد من أهم وأعظم وأروع المعابد في الحضارة المصرية على الرغم من صغره وعلى الرغم من أنه معبد مش ماشي على التقليد الطبيعي معبد صغير من الحجر الرملي معبد حجمه ما بيقارنش به أحجام المعابد الثانية ولكن هذا المعبد يمثل النموذج الرائع لفكر معبد هسميه مع حضراتكم معبد الاعتذار المعبد يقع في قرية دير المدينة ولو رجعتوا الفيديوهات معنا هتلاقونا متكلمين عن حياة العمال في قرية دير المدينة وانها بدأت من قبل الأسرة 18 واستمرت لبعض الأسرة 20 المعبد اللي قدامنا معبد من الحجر الرملي معبد بيرجع لبداية عصر بطلميوس الرابع في لوباتور والمعبد ليه بيسميه معبد اعتذار؟ لأن بعد معركة رفح 217 وبعد الأزمة الكبيرة اللي وقع فيها الجيش البطلمي وبعد تدخل المصريين ومقدرتهم على الكفاح والدفاع عن أرضهم ضد السلوقيين استطاع عنخ معحور وعنخ ونفر وفقا للمصادر المصرية أن يستقل بصعيد مصر ويعلن مصر العليا ولاية مستقلة غير تابعة للملك البطلمي فما كان من الملك إلا أنه اعتذر للمصريين واعتذاره كان في هذا المعبد اللي مكرر اسلمين لحتحور حتحور سيدة الغرب اللي حلاقيها بشكل كبير جدا المعبد لما نبص عليه حلاقي حاجة غريبة بيبدأ بيه بوابة بوابة المعبد بترجع لعصر بطلميوس الرابع مناظر العتب من فوق مناظر تقدمات بيقدم فيها بطلميوس الرابع القربين لماعت والمونتو والحربقرات والقاليها كثيرة حلاقي وأنا ماشي على الكتف الشمال مثلا بلاقي تقدمة النبيز لمنتو ويتا تنت اللي هي المرتبطة بالإله منتو بعد كده بلاقي بيقدم لمنتو في الصف اللي تحتية على يدي الشمال وأنا داخل لمنتو ورع طويل بعد كده بيقدم البخول لأزوريس ويزيس آخر منظر تحت على يدي الشمال حلاقي الملك بيقدم الحقول لمنتو والإلهة إيونيت لما ببص على الناحية اللي مين بلاقي المناظر على التكرار بتاعها الملك بيقدم القربين لمنتو برضو بعد كده بيرجع يقدم لمنتو رع ورع طويل بيقدم بعد كده لحورس ابن يزيس ونفتيس ريجستر الأخير الملك برضو بيقدم الحقول للإله أمون رع وخلفه إلهة أخرى ندخل بقى على بلان البعبة بيقول لكم بلان بسيط جدا حاجة الرملي معبض بسيط البوابة المدخل الفناء المفتوح بتاعه بيمثل بالنسبة لي فناء خالي تماما من المنازح نعملنا البوابة اللي برا هلاقي بدخل على ما يشبه الثقيفة بتديني عمودين نباتيين وراهم عمودين تانيين حطحوريين وبعدين بنصل للثلاث مقاصير اللي هم أهم جزء عندهم الفناء هنا على قدنا الشمال من الطوب اللابن ده اللي باقي هيبقى مدخل ليه المميزي ومقاصوري تزيز هلاقي البوابة والمناظر اللي عليها المناظر اللي على البوابة لو بصينا عليه هلاقي العتب من فوق العتب هلاقي بطلميوس الثلاثاشر وهو بيقدم القرابين هلاقي بيقدم مثلا النمسط بيقدم النمسط قدام اللي على هاية البقرة وربما تكون إحاط بعد كده بيقدم الزيوت المتجات ليه حطحور وبعد كده بيقدم الماعة لمعة هنوت وأمينتات ثم بيقدم الملابس لأمون حلاقي تحت العتب البوابة من الناحية اللي مين حلاقي نفس الملك بيقدم قرابين مثلا بيقدمه لحرس اوبني يزي وتاجي الشمال والجنوب لحرس ابن يزيز بعد كده بيقدم المرايات لليLiqiى نفيث بعد كده بيقدم الأواني المياه الطاهرة وبيشربها قدام الإله امون على ايدي الشمال حلاء الملك بيعمل القرابين لأزوريس فوق بعد كده بيقدم قرابين تانية الإيزيس والصف الأخير دايماً حلقيه بيقدم القرابين قدام الإلهة منتو عفواً الإلهة منتو الفناء عندي مصيح جداً زي ما قلت لحضراتكم فهوش أي حاجة غير خالي من النقوش إلا من كتابات إخواتنا المسيحين اللي منها على فكرة جاء اسم دير المدينة المعبد لما قعدوا فيه المعبد ما كانش بساحته كبيرة زي ما قلت لحضراتكم أنا بتكلم في خمستاشر متر في تسعة يعني مساحة قليلة جداً نقوش وأسماء رهبان وأسماء قدسين ومنظر الجمل الشهية منه بندخل على السقيفة بتاعة المعبد السقيفة بتاعة المعبد الأعمدة الحطحورية اللي بتفصلها من كل الجوانب الشمالية والجنوبية بالشكل بتاعة حطحور ونظرتها دائماً اللي لها المتحمي الغرب دائماً الألقاب اللي كانت مرتبطة بحطحور حطحور سيدة الغرب سيدة السيدات سيدة الآلهات حامية طيبة يعني الألقاب المعتادة اللي بتاخدها دائماً المعبودة حطحور لما بنيجي بقى نشوف المناظر اللي على الجدران اللي في السقيفة يعني المناظر بتاعة نفسها اللي موجودة هنا الممثلة ذا بقول لكم لجانب أحد المداخل اللي هو المدخل الجنوبي في سلم بيؤدي إلى سطح المعبد من المأسورة بتاعة حطحور أو آسف من صالة السقيفة ولكن حطحور هنا وارتبطها واندمجها بيمثل الإلهة الأساسية صاحبة المعبد لإنها كانت المشكلة بقول لحضراتكم عندي كتير من الناس لمين المعبد؟ هل المعبد بديه لحطحور؟ هل المعبد بديه لأمون؟ بدي المعبد لمين؟ لكن المعبد في الأساس هو معبد مكرس ومخصص عندي لحطحور سيدة الغربة التي تحمي هذا المكان أو هذا الجدران بص على الناحة الجنوبية أمون أمون سيد شامت شامت ربما يسمى منطقة دير المدينة اللي بيدي للملك قدام النص بتعبيره أنا بديه كل البلاد الأجنبية خاصوت نبت دي إن إيك خاصوت نبت وحتحور وراه بتقول له جد بيدوين هتحور حرتب واسط بتديله مراريت هتدي لك كل المحبة وكل السعادة وكل الرضا اللي انت عايزه انك انت هتكون الابن الراضي عن هذا المكان المنظر هنا ده مش بطلاميوس التلاتاشر المناظر هنا في الغالب بتكون بطلاميوس السادس فيلوماتور هو اللي بيمثل منها بلاي السلم اللي بيطلعني من الناحة الجنوبية موجود حابي لو انتم شايفينه حضراتكم على جنب السلم بيحمل حابي زي ما بيقولوا انه بيحمل كل الخيرات العظيمة القاتية من كل شيء من مصر ناحية الشمالية بيضة تماما المناظر بتاعتها ومناظرها يمكن يعني باقي بلوكات سوارة او مناظر سوارة مثلا الاقي مرة اوزوريس الاقي مرة امونكا موتيف يمكن ظاهر عندي جزء من رجليه في المنظر اللي قدامنا دلوقتي اللي احنا بنمر عليه هنا اذا انا بتحرك في المقصورة او الصلاة دي منها بلاي مناظر الاعمدة الاعمدة عليها منظرين ولا اروح اللي قدامي ده منظر ايم حطب ايم حطب موجود اسمه على اول طرف او اول سطر يمكن السهم راح معاه ايم حطب وراء اله بتحميه اذا بطلميوس الرابع او الملوك البطلمة بيخلده ذكرى ادي اول واحد ايم حطب التاني والعمود التاني ممثل عامين اما انحطب ابن حابو احمد زويل ومجد يعقوب وعوظماء مصر لما جن فاكرين الجملة اللي قلتها مصر تحتل المحتل هنا دايما بلاقي المصريين بما تركوا من ميراث عظيم يسيطر على العالم نعد بقى من الثقيفة على البرونووس او على صلط التجلي هلاقي العتب بتاعها المناظر بتاعته لطيفة جدا على الكتف كده بلاقي تمثال على هاية تابولول هاية تابولول بيحمل اناء او فاذ براث الكبش بلاقي مثلا المنظر تحتها حورس بيقوله ان التطهير بتاعك ولا تطهير حورس الفعلي بعد كده حابي الشمال وايف والمنظر السفلي بيمثل الهة الحقول وهي بتحمل القرابين والخيرات اللي بتتقدم بالكامل امام الاله بلاقي بعد كده على الجانب الجنوجي وانا طالع كاني حطلع على الجزء العلوي بلاقي تمثيل لعلامة العنخ والواس علامة نب دب عنخ واس التمثيل الحي اللي بيرمز عندي لعلامة الحياة والهيمنة والسيطرة ممثل الجدار بالكامل مع وجود نص دائما بيحمل التقديمات والخيرات اللي بتقدم فيه الجزء ده ادي القصاده بيمثل عندي الجزء الشمالي اللي بيظهر عندي دلوقتي فيه منظر له الاله الجحوتي مثلا بيقدم القرابين كأنه انا طالع الى او كأنه الجزء التاني اللي بيطلع منه الى سطح المعبد من الكتف بتاع ما بين صالة الثقيفة وما بين صالة التجلي خمسة واربعين شكل العنخ والواس الممثلة على علامة نب كل ده مع العمودين بيدخلني على البرونووس او صالة التجلي صالة التجلي بتبدأ عندي بالسلة من ناحة الجنوبية بقدل سطح المعبد النحة الحطحور او العمود الحطحور المجسم منظر بطلميوس في التواب بيقدم القرابين والقواني العطور قدام الاله حطحور غالبا هنا المنظر الشمالي تلاتة ريجستر دايما بلاقيهم ريجستر اللي فوق ده مش موجود وفيه منظر بطلميوس 6 بيقدم لثاموني الأشمونين المنظر ده في الكامل موجود في مدحب برلين صف اللي بعده المنظر بطلميوس 6 او بطلميوس 8 مختلفين في قراءة القصر قدام اوزير والنفر بيحرق البخور قدامه وورا ايزيس ايزيس اللي بتقول على نفسها انها ايزيس الام العظيمة هتحور العظيمة يعني ايزيس هتحور كأنها بتحميه بتقوله ان دراعات ايدي الاثنين هي اللي هترفعها كشان تعيش وبعدين حورة سيب المنتقم لابيه وبعدين نفتيس المنظر اللي بعده بيقدم الحقول قدام امون رع وموت وخنصو ومونتو والإلاثة ننت بعد يقبس الحماية بطلا ميو colleagues لابيس نبتاغسر صين fund الأرض المقدسة وسيد منطقة الجبانة وبعده المنظر اللي بعده من المناظر الجميلة الملك بيقدم فيه القرابين على هاية الزيوت الأطرية قدام الالها معت حينوت إمنتة حينوت معت سيدة الغرب ثم بنجد المنظر بعد كده ليه الملك وهو بيقدم القرابين وبيحرق البخور قدام حطحور المعبودة اللي بتخرج على القارب بتاعة حطحور سيدة الغرب وهي كأنها بتخرج من الغرب إلى الشرق كأنها تأتي بالخير ويحرق أمامها البخور على المركب بتاعتها ودي الملك بيقدم لجحوتي علامة المعت تقدمة المعت قدام جحوتي سيد الأشمونين الرام بقى وأنا طالع على السلم المنظر البديع لحطحور وهي بتخل المركب بتاعة حطحور بتنقل ما بين القرون بتاعتها وكأن اللون بتنقل الطفل الملكي اللي بيطلع من الغرب كأنها بتدخل البحورة وبتيجي قدامها الحراس اللي بيمسكه السكاكين اللي بتقطع كل الشرور اللي ممكن أنها تقترب وبيساعدوها لأنه يخرج من عالم الغرب إلى عالم الشرق بسلام السعف بقى في النحية الغربية مع النجوم والكلام ده سعف فيه منظر حلو قوي أو نص حلو قوي بيكلمني على الرياح الأربعة اللي موجودين يمين وشمال السعف وأنا داخل تعالوا نشوف الرياح الأربعة عندي بتمثل إيه؟ أول ريح عندي من الرياح الأربعة في تمثيلها الصريح بيمثل بشكل السقر بالجناحات السقر بأربعة جناحات السقر ده ده ريح الغرب وبيسموه ويجاي وده اللي بيجلب الخضرة قدامه الأسد اللي هي ريح الجنوب اللي بيسموه تشحب اللي بيدفع الفيضان ده ريح الغرب وريح الجنوب دول هلقوم على ايدي اللي مين؟ وفي النص في التكست اللي بيكلمني على الرياح الأربعة النحية التانية بلاه الكبش القاسف أبدأ بالجعران اللي برأس الكبش بأربعة جناحة ده الحنوه خسس اللي هو بيرفع الشمس والأمر للشمال بعد كده الكبش اللي له أربعة جناحة اللي قدامه اللي متصور عندي هنا ده اللي موجود ده اسم القب اللي بيبعث لنا الرياح اللطيفة اللي بتخلينا تتنفس ودي رياح الأربعة بتمثيل رائع لها من الجزء ده ومن تمثيل الرياح الأربعة ببدأ أخش على أهم جزء في المعبد المقصير التلاتة وبنبدأ بالمقصورة الشمالية المقصورة الشمالية حسب النص اللي موجود بره من عهد بطلا ميوسر الرابع بيتكلم أنها لأذريس لكن المنظر اللي في الوجهة بيمثل عندي مناظر الإيزيس ومناظر الأمون يعني المنظر الرئيسي اللي على العتب من فوق الملك بطلا ميوس 6 اللي كمل مرة مع معت سيدة نساء الغرب ومرة التانية مع أمون وورا المعبودة حطحور في الوجهة الملك بيقدم الفزات والأواني له حطحور وخلفها إيزيس وخلفها آسف معي السيدة السحر موجود عندي المنظر على الناحية الشمالية يبقى المنظر اللي قدامي بطلا ميوس 6 بالتاج المزدور هنا بقى بلاء أذريس إيزيس بلاقي بعد أسف اللي بعد أذريس النص بيقول أنها نوت بعد كده موجود عندي إيزيس بعد كده موجود حورس بعد كده موجود نفتيس آخر واحد موجود أنوبيس على الجانب الجنوبي اللي هو الجانب المواجه بلاء الملك بيقدم قدام أمون والإله إحاط وحطحور وأمون وبعد أمون موجود معي وآخر واحدة موجودة عندي هي المعبودة إيزيس تمثيل الملك في الحالتين بيقدم قربين مرة بيقدم بالدبل كراون ومرة بيقدم بشكل المختلف اللي هو تاج الخبرش المنظر اللي على الباب من الداخل بيمثل الملك وهو في جارية التقصية مع إيزيس إزاي بتقدر أنها تحرك النجم بتاع صبدة النجم اللي بيظهر علشان تعود إلى الحياة وبيبدأ معها خروج أزير مرة تانية إلى الدنيا والعتب عليه مجموعة من الآلهة الحارسة المقصورة الجنوبية المقصورة الجنوبية بتمثل بالنسبة لي مقصورة خاصة بي المعبود أمون المقصورة بتمثل عندي مجموعة من المناظر منها المنظر اللي على البوابة للملك بيقدم القربين قدام وزوريس وخلفه الإلهة إيزيس المناظر بتاعتي كلها بطلميوس الستة بعد كده على البوابة بتاعة المقصورة على البوابة بلاقي التمثيل لمناظر الآلهة والحراس بتاع البوابات الحراس بتاع البوابات بالأشكال بتاعتم يا جماعة لها حاجة لطيفة جدا قدام كل واحد مكتوب اسم الاسم اللي موجود قدامه ده لو بصيته حتى في المقصورة الشمالية هتلاقوا حتى لو واحد مكتوب صاحة تحور دي الباسورد يعني كل واحد الاسم اللي قدامه ده الباسورد اللي حالتك بتقولها علشان تعدي من البوابة دي هو الحارس أول ما بتدخل تقول صاحة تحور حامل الأكواس ابنه عنوبيس ابن كذا يفتح لك البوابة وتمر منها بالسلام للدخول إلى المقصورة لو بصينا من المناظر دي بشكل تفصيلي هتلاقى مثلا واحد يقوله ان هو بخن أو بنت واحد يقوله ان هو الحارس الحامي حامل الأقواس كل واحد منهم يعني اللي بيضرب الأعداء ويدبعه القاسف البابول اللي هو الأرض اللي الحارس الشعلة يعني الحارس يقول كلمة سير بتاعته حارس الشعلة في القاعة دي بقى فيه المنظر الأشهر والأعام اللي من أجله إحنا تقريبا عملنا المعبد ده بالكامل المنظر الأشهر بقى في المعبد المحكمة الملك بيتحاكم لأول مرة في الحضارة المصرية منظر ما شفتولوش زي منظر ملوش مثيل منظر مليمين وزريس قدامه الشعار بتاعه والرمز بتاعه ثم الأربع شخوص اللي بيمثلوا ما يسموا بأولاد حرس الأربعة ثم العمم الملتهمة ثم الملك حكاة وقعد على علامة الحكاة وورا جحوتي بصوا جحوتي هنا هو بيكتب كاتبه قدامه في الهيرغوليفي تحت من عنده وسط جحوتي لتحت سيش معت بيكتب بالعدل بيكتب بالعدل للتاسوع الأعظم بيكتب بالعدل للتاسوع الأعظم بيكتب بالعدل في قاعة العدلتين وبعدين بلاقي المنظر اللي بعده المنظر اللي بعده الملك وقف وين أنوبيس ماسك علامة المعت والنحة التانية الحرس ماسك علامة الإيب وعلامة الميزان ثم المحكمين 42 في صفين ثم الملك داخل ومعتي قاعة العدلة اللي بتمثلها ربطين على المعت على المين والشمال الحطة المقابلة نبدأ من الشمال المنظر ليه مركب سكر هينو سكر الخروج من العالم السفلي عودة الحياة الخروج من عالم الفوضى الدنيا ملكة حاكم خرجت من عالم الحاكم شايفين هنا المنظر كأنه بمشي بكمل الحطة مع بعض الإله مين وقف قدامه وبوقت وقف على مقدمة المركب كأنه عملية فتح الطريق أو بداية الخروج من العالم الخارجي ثم المنظر اللي قدامها البديع لأنوبيس وهو ماسك قرس الشمس أو البعض بيقول هلال الأمر تقدمت الحياة تقدمت الأبدي وقدامه الملك بخصلة شعر بالمناسبة ده من المناظر الندرة اللي في دير المدينة لبطلميوس سبعة الولد اللي مات في حياة عين أبوه الولد متصور هنا هو ماسك أربع مباخر بيسموهم مباخر أسلحة رع بيسموهم كده مباخر أسلحة حورس آسف وبيقدمها فكأنه بيقدم الانتصار والقوة قدام أنوبيس أنوبيس هنا بكل أسف بعدين يقول ده ماسك دف ده ماسك لا أنوبيس هنا بيدي هالة الأمر والبعض بيقول أرس الشمس وفي الغالب من واقع النصر هو أرس الشمس هو بيمثل الميلاد والحياة فكأنه بيمثل العودة الكاملة للحياة بقوة حورس المنتصر على أعداء فكأن المحكمة على الجانب الجنوبي هنا الحياة بتعود بكل تفاصيلها ما بين سكر والخروج من الفوضى مين والخصوبة سسلحة حورس المنتقم لأبيه اللي بيقدمها الطفل والتوفيق هناك وتمثيل بطلة من السبعة كان موفقة جدا على العتب الخكر الكبش اللي بأربع رؤوس اللي بيمثل روح أزيرس أو أرواح أزوريس الأربعة ومجموعة من الآلهات ما بين حطحور وإزيس ونفتيس ممثلين عندي على كل الأجزاء بتاعة الجدار على المأسورة التالتة المأسورة الوسطى المنظر اللي في المنتصف منظر عادي جدا للملك بيقدم القربين أمون متصور في الجانبين والمنظر السفلي بيمثله أمام المعبودة حطحور بعد كده بلاقي المناظر كلها بعد كده مناظر تقديمات عادية وتعبد أمام أمون وموت لأن المأسورة دي خاصة بالمعبود أمون بالمناسبة وفقا للنصوص المكتوبة فيها وفقا كمان لطبيعة المناظر يعني الملك هنا بطلما يصف ستة بيقدم المعت لأمون وورا أمون المعبودة موت ممثلة خلفه الألوان هنا بيغلب عليها اللون الأسود ربما طبيعة النقوش أو تغيرها أمون وورا خنصه على الجانب المقابل المناظر زي ما بقول لحضراتكم مناظر ما فيها ايش اختلاف يعني تكاد تكون المأسورة هنا أقل من غيرها من المقاصير من حيث المناظر لكن هنا مثلا بليه بيقدم الأواني أو الظهور الأواني العطرية بيقدمها قدام حطحور العظيمة وإزيز الربات اللي بتحمي دير المدينة أو بتحمي المنطقة هناك هنا بيقدم العطور قدام الإلهة معت الممثلة بالقرنين بتوحة حطحور وممثلة حطحور على المنظر اللي بعدها خلف أمون والملك برضو بيقدم لها القربي إذن زي ما بقول لحضراتكم إن المأسورة اللي في المنتصف اللي هي مأسورة أمون تكاد تكون مأسورة عادية يعني هنا بقات الظهور بيقدمها الملك وراته بيقدمها للإله حورس حورس المنتقم لأبي ابن أزير وإزيز يعني هنا الصيغة الأولى للملكية الأربع أواني للعطور بيقدمهم مدام أزريس وخلف أزريس موجودة نفتيس الأخت الإلهية أو الأخت العظيمة الإلهية وأزير هنا بياخد لقب وين نفذ الكائن الجميل الملك بيقدم القرابين قدام أمون كاموتف وراء ده بطلب مصر أربعة بالمناسبة وديه الملكة أرسينوي التالتة وقف خلفه في منظر من المناظر الجميلة واخد لقب الزوجة الملكية العظمة زي ما بقول لكم البقية ماشي بقى إنت هنا تقدم أزريس وراء إزيز إزيز حطحور الربة الحامية اللي بتحمي الغرب وبتحمي منطقة دير المدينة بلاقي المناظر وأنا ماشي هنا يا جماعة مفيش فيها ما يمكن أن يسبب يعني ما فيهاش حاجة غمضة يعني ألاقي مثلا هنا الملك وأمون أمون كاموتف والإله أمونت والإله وونيت والإله مونتو والإله إزيز والإله معت أو حطحور بلاقي معايا يعني تمثيل الولهيات حيب أسهل حتى من قرية الهيروغليفي واضح جدا إن إحنا شان ما نقفش عندها بشكل كبير هي ما فيهاش منظر زي مثلا أنابيس المنظر اللي شفنا هنا مثلا أمون وراء موت وخنص وراء إزيز وراء حطحور أو وراء معت وراء يعني تمثيل الآلهات زي ما بقول لحضراتكم هنا ما يخضنيش قوي إن ما فيهاش حاجة جديدة هنا بيلعب بالسستروم قدام معت ووراها حطحور أو حطحور ووراها معت أنا أسه حطحور ووراها معت أنا هنا يمكن اللي حكمني الهيروغليف بصيت الأول والتاني لكن اللي اتنين واخدين وريبين تقريبا نفس الشكل هنا الملك بيقدم القرابين برضه ووراها الإلهة معت بتدي للملك علامة الحب من خلال حور مبوت قدام مين قدام الإله منتو هنا بيقدموا الدمحة حطحور وورا حطحور موجودة المعبودة معت برضه هنا زي ما بقول لكم ما فيهاش عندي حاجة ممكن إنها تكون فيها شيء من الغرابة زي ما شفناها في المقاصير التاني منظر التاني دفس المنظر شفناها على الحطة الشمالية بنشوفها على الحطة الجنوبية لبطلميوس أربعة مع أرسينوي وهو بيقدم عين الأوجات العين الشافية وصد أمون كاموتف هنا التمثيل أمام أزوريس وإيزيس ونفتيس وحورس ومعت موجودة برضه التقديمات زي ما بقول لحضراتكم هنا ما عنديش أدنى مشكلة في المناظر أنا هنا بس مجرد إن حضراتكم بتشوفوا المناظر هتلاحظوا فيها أولا التكرار هتلاحظوا فيها السيمترية في تمثيل الفن هنا في ملاحظة تانية أنا بتكلم بطلميوس ربعة البطلميوس 13 ملاحظين حاجة في الفن نسبة الأرداف ونسبة منطقة البطن اللي أنا متعودة شوفها في معابد دندرة وإدفو غيرها مش هلاقاه هنا لأن المعبد معبد أقيم للمصريين يعني هنا لقي مثلا البابون وهو بيتعبد لخبر وشروع الشمس ده منظر مصر المعبد هنا مقرس بفكر مصري وفن مصري صرف من بين العناصر الهامة في المعبد المميزي أو بيت الولاد مبنى معرفش ليس مو المميزي بناء على المنظر الوحيد اللي موجود فيه المنظر يعني هو من الطوب اللبن الحائط قدام الحائط الغربي كده منظر أو على الجزء الخارجي منظر ليه كيلو بطرة 3 وراها ابنها بطلميوس 9 وهم بيقدموا القرابين قدام أمون وموت وخنصه على أيدين الشمال على ناحة تانية موجود المنظر ليه الملك بيقدم اللبن لأمه حتحور اللي قعدة وعلى رجلها موجود الطفل الصغير كأنه حرس متاوي اللي هي بيسيطر على الأرضين يعني كأن الملك بيديه الأرضين وهنا بتديله كل الخير ووراها معاك بتحمي وبتديله علامة الحياة أنا مش قادر أتعامل مع المنظر ليه المنظر بيمثل عندي الفكر ده آخر حيطة إضافة من العصر الروماني بيسموها مش شاف المسمى بطبط لكن عايز حاجتين هتركوا تشوفوها أولا الفرق في الفن لأن ده أغسطس عصر الروماني على دين الشمال وانت باصف هتلاقيه قدام بيقدم البعض لحتحور وحتحور وراها معاك ومعاك بتقوله إن هي في قلبك اللي بتأمن لك إن مفيش حاجة هتيجي عليك على الجانب اللي مين هلاقيه بيدي التانينت ووراها راعت تاوي بيديهم المر أحد المنتجات اللي بتيجي من بلاب بونت علشان كده تانينت بتديله الحياة وبتديله الكو بص الإلهة راعت تاوي بتديله دي إن يين ايك بونت وده متكرر كتير في مناظر المعبد معبد من أجمل وأروع المعابد أشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله سلام عليكم اشتركوا في القناة